الثقة بهزمن صارت مهزوزة وشبه معدومة مين منه بهزمن لو تعرف على شخص وارتاح له يأمنه على ماله وحياته وحتى أهله كم من شخص برأيك تمت خيانته بسبب انه وثق بالشخص الخطأ وكم من شخص انقتل وانغدر بسبب طيبته وثقته وعلى هالأساس حلقتنا اليوم بتكون عن الشاب فهيم صالح المنيونير معكم علي من برنامجكم 6 على 6 ويلا ودينا على الانترو سلام عليكم يحلى مشاهدين قصتنا اليوم فيها من العبرة والدرس الشي الكبير وهالقصة هذي وانا قراها عطتني كف على وجهي وخلتني أرجع صح صح وانتبه من علاقاتي ومن اللي حولي جلسين لكن انتبه من انحرصك ازايد يحولك الرجل شكاك لان هالشي بخلي الناس تبعد عنك وما احد يبغى قربك وبيشفونك انسان مريض نبدأ بقصتنا اليوم ونقول بسم الله ولد فهيم صالح سنة 1986 بالمملكة العربية السعودية الاب وام بنغلاديشيين كانوا ابوهم بحكم عملهم ينتقلون كثير الى ما استقروا اخيرا في نيويورك فهيم عاش طفولة جيدة رغم ان العائلة كانت تتنقل كثير عندهم اختين روبي وريف من اسماء العائلة هذه واضح انهم مسلمين كان معروف عن فهيم ان ذكي من يوم ما كان صغير ويوم صار عمره عشر سنوات كان عنده مشاريعها الصغيرة بالمدرسة اللي كان يدرس فيها ومنها انه كان يبيع حلويات على زملائها بالمدرسة كان مخه تجاري من يوم وهو صغير وبسن مبكر تخرج من جامعة بنت ليب من مرتبة الشرف بشهادة علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات كان ابوه مبرمج حاسب وهذا اللي خلاه مصدر الهام اللي ولده فهيم بهذه المهنة تعلم البرمجة بسن مبكرة وانشع مجموعة من المشاريع الصغيرة بالانترنت ومن ضمنها كان موقع ويب خاص بعائلته ومنصة اجتماعية كانت للمراهقين اما اشهر مشاريعها كانت شركة باتاو اللي ازدارت عمالها بنقلاديش والنيبال تحديدا وهي شركة كانت خاصة بتوصيل الطلبات وبعام 2015 قدرت قيمة الشركة 100 مليون دولار وبسنة 2018 ساعد بتأسيس شركة جوكادا النيجيرية وهي شركة توصيل بالدراجات النارية والواضح ان فهيم كان يستثمر امواله بالشركات المبتدئة بالبلدان النامية وخاصة بمجار الصناعة التكنولوجية افضل بداية لك كمستثمر انك تبدأ بمناطق نائية لانك لو نجحت صدقني راح تبرز مباشرة القلة تعدد المنافسين حولك فهيم كان من رجال الاعمال الشباب اللي صناعوا مجد وثروة الانفسهم وبانفسهم وسخر نفسه وثروته لمساعدة الشباب الاخرين وكان مصدر الهام لهم وكان يقول ان الكل عنده طموح وكانوا يحتاجون بس مساعدة الشخص عشان يحققونها وبسنة 2019 اشترى شقة بنيويورك كان سعرها حوالي مليونين دولار وشارك سورة المبنى مع متابعينا على انستجرام وكان فخور جدا بنفسه واجهت شركة كوكادا انتكاسة بسنة 2020 بسبب ان السلطات النيجيرية منعت ركوب الدراجات النارية وهالقرار هذا سبب له حزن كبير لان مسكين استثمر ما له وكتب هذه الشركة عشان يوفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل بنيجيريا وبيوم 13 من شهر يوليو عام 2020 بدأ يومك عادته بالجري لكنه اختفى بعدها مباشرة وما حتشافه طول اليوم بدت عائلته تتصل فيه عشان تطمن عليه ولكنه ما كان يرد على جواله وهالتصرف هذا ما كان من عاداته ابدا لو اتصلوا عليه اهله وكان هو مشغول كان يعطيهم مشغول ويرسل لهم رسالة ان مشغوله بيرجع يكلمهم باقرب وقت لكنه هالمرة ما كان يرد عليهم نهائيا وهالشي خلى اهله يشكون اكثر لانهم يعرفون ولدهم واسلوبه مر يوم يومين وفهيم ما له لا حس ولا خبر وقررت اختها ان تروح للشقة عشان تطمن عليه وصلت فعلا للشقة ودقت الباب لكن ما حد يرد ولان اختها كانت تردد عليها بالشقة بشكل كبير كان عندها نسخة من مفتاح الشقة وقررت انها تفتح الباب وتشوف وين اخوها مختفي ويوم ادخلت ان صدمت بالمنظر اللي مستحيل تنساه طول حياتها كان جذع فهيم مرمي على الارض وغرقان بالدم كانت اعضاءه متناثرة حواليه وما فيه اي عضو بجسمه كان متصل بجسمه وباقي جسمه كان محطوط باكياس بلاستيكية وكان بالشقة فيه منشار كهربائي جنب جسم فهيم وكان المنشار هذا غرقان بالدم بعد ما جت الشرطة والادلة الجنائية والمحققين حصلت الشرطة صاعق كهربائي كان موجود جنب المنشار ومن الواضح انه تم استخدامه عشان يشيل حركة الضحية وما يقاوم ابدا المحققين قالوا ما لها الا كاميرات المراقبة ان يشوفوش صاير وفعلا صورت الكاميرات رجال كان يلحق بفهيم وكان هالرجال واقف ورا فهيم يوم كانوا راكبين بالمصعد وكان لابس بدل سوداء وكمام لانه بهذاك الوقت كان الجميع يتخذ الاجراءات الوقائية الكورونا وهم داخل المصعد صار بين فهيم والرجال هذا مشدة كلامية والرجال المجهول هذا استخدم الساعق عشان يشيل حركة فهيم ولان هالمصعد هذا كان يصعد مباشرة شقة فهيم بدون ما يوقف باشرة المجرم بلحظتها هجومها بطعن فهيم برقبته وصدره وهالطعنات هذه سببت وفاته بالبداية ظنوا المحققين انهم يتعاملون مع قاتل مأجور بسبب هيئته بالكاميرا وكان شايل مع شنطه وفوقها ان مسرح الجريمة كان احترافي وما كان عشوائي ابدا مثل موصفة المحققين اثناء التحقيقات ظهر دليل حاسم بالقضية اقدروا فيها المحققين انهم يعرفون هوية الشخص اللي اشترى الساعق الكهربائي المستعمل بالجريمة الشخص اللي اشترى الساعق هذا كان اسمه تايريس هامسون هذا المساعد الخاص بفهيم صالح وهو نفس الشخص اللي استخدم بطاقات فهيم البنكية عشان يشتري فيها ادوات التنظيف والمنشار اللي تم استخدامهم بالجريمة بمعنى ان ادوات الجريمة كاملة تم شراءها بفلوس الضحية اللي اتضح بعدين ان القاتل كان هو مساعد فهيم القاتل كان عمره 21 سنة مثل ما قلنا بالبداية ان فهيم كان يهتم بتوظيف الشباب العاطل عن العمل وما كان يهتم ابدا لخبرتهم السابقة او سنهم عشان كذا ما تردد بتوظيف تايريس يوم تقدم الوظيفة مساعد رغم ان كان عمره 16 سنة بس فهيم المسكين امن بقدرات تايريس بسبب ان تايريس كان صغير بالعمر وعنده طموح كبير وتعاطف فهيم مع ماضي تايريس المؤلم تايريس ولد سنة 1998 وعاش طفولة مضطربة وصعبة ويوم كان عمر تايريس 13 سنة ادخلت امه لمستشفى الامراض العقلية وبعد فترة ما تهبوه واضطر انه يعيش مع جدة وجدته بدأ يتنقل ما بين دور الرعاية بعد مدة من شغل تايريس مع فهيم صار حدث مهم غير حياة وشخصية تايريس اندمج تايريس مع حياة الاغنياء وبدأ يدفع اموال كثيرة من الحساب الخاص بالشركة وكان يدفعها على استقاة والحفلات والسفر وبدأ ينتحل شخصية فهيم مع زملاءه بالعمل وشلون تايريس كان ينتحل شخصية فهيم كان بالدوام اذا بغى يرسل ايميلات الزملاء بالعمل كان يرسلها باسم فهيم واذا سافر فهيم يجي تايريس وياخذ استقاها الى شقة فهيم ويقولهم ان الشقة هذه حقتي كان تايريس نفس تصرفات حديثين النعمة ما طول هاللعب هذا الا فهيم فعلا كان فهيم واكتشاف ان تايريس جالس يسرق منه مبالغ كبيرة وصلت هالمبالغ الى 100 الف دولار 100 الف دولار ممكن تشوفونا شوية لكن بالنسبة الفهيم كان مبلغ كبير جدا بحكم انه كان لسه بادي عمله ولان فهيم كان شخص طيب ووهب نفس المساعدة الناس عقد مع تايريس صفقة ووعده انه ما راح يبلغ عنه الشرطة بشرط انه يرجع المبلغ على دفعات صغيرة اذا توفرت معه وللأسف هذا المعروف كلف فهيم حياته لان تايريس ما كان ينوي ابدا انه يرجع الفلوس الفهيم ولذلك قرر انه هنا حياة رئيسه ويرتاح من عبه المبلغ اللي كان عليه تم اعتقال تايريس بشقة فخمة اشتراها من بطاقة فهيم البنكية بعد اربع ايام من ارتكابه الجريمة والله يشين قويعين اقتله وراح يشتري شقة بفلوسه واكتشفى المحاققين انه بعد يومين بس من ارتكاب الجريمة كان الاخ تايريس يتمشى وهو شايل معه بالونات عيد ميلاده قدام شقة الضحية لسبب ما ما ندري عنه وهل هو واصل او غموض بالقضية تمت محاكمة تايريس بارتكابه جريمة قتل من الدرجة الثانية وما تم النطق بعدد سنوات الحكم الى هالحين لان القضية لا زارت منظورة بالمحاكم اخت فهيم انشرت مقطع فيديو تنعى فيه اخوه وتكلمت عن الكم الهائل من الاشخاص اللي كانوا يرسلون لهم الرسائل كلهم متأثرين بسبب اللي حصل مع اخوه لان فهيم سبق وساعدهم وكان سبب باصلاح حياتهم وكم من شخص كان حزين عليه الزمن هذا لا تثق الا بنفسك وحتى في ناس من المصايب اللي شافوها صاروا ما يثقون حتى بانفسهم فما بالك يوثقون بناس ما يعرفونهم اصلا الكل يقول نفسي نفسي ويا الله السلامة ونادرا جدا جدا تلقي احد تهم مصلحتك ويبدي مصلحتك على مصلحتك ولو هالشخص فعلا موجود وعندك وحوالك تمسك فيه لانه مهدد بالانقراض بشكل كبير وصلنا لنهاية حلقتنا لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيه لو حابي اصالك الجديد انا وصالح كان معكم اخوكم علي وبرنامجكم ستة على ستة نشوفكم بالحلقة الجاية ان شاء الله